أهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان حضراتكم اسمحوا لي النهاردة في بداية حلقتنا إن نقول أن مصر تشارك بقوة في معرض جلف فود في دبي هذا المعرض اللي بيقام في الإمارات العربية المتحدة في مركز التجارة العالمي مصر بتشارك بـ 94 شركة بداية من قاعات المكتوم حتى قاعات زعبيل 4 و 5 5 قاعات بتشارك فيها 94 شركة مصرية متخصصة في الصناعات الغذائية بلدنا عظيمة في الصناعات الغذائية و 94 شركة مصرية متخصصة في الصناعات الغذائية هتثبت أنها قادرة على غزو كل أسواق العالم كفاية إن نقول لحضراتكم أن مصر بتشارك بقوة في جميع أفرع الصناعات الغذائية يعني بنشارك في الخضر والفاكهة المجمدة بنشارك في العصائر العسل الأبيض المرباط منتجات المطاحن الخميرة الحلويات المقارمشات والسناكس والمكارونات والشعرية بجميع أنواعها كمان عندنا الحلاوة الطحنية والطحينة والزيتون والمخللات ده إلى جانب الشاي وشاي الأعشاب وزيوت الطعام والسلصات والسوسات ومصنعات اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والأجبان والحبوب والبقوليات ده بخلاف منتجات لأول مرة منها منتجات الشفان من أول عيش الشفان لغاية مكرونة الشفان أيضا عندنا السناكس بجميع أنواعها المليئة بالمعادن والفيتامينات أيضا من الشفان كمان عندنا الأول مرة هنقدم لكل أسواء العالم معلبات البيوري الفكهة الخالية من أي إضافات مصر عظيمة في الصناعات الغذائية وقادرة على المنافسة في جميع أسواء العالم جالف فود 2022 في الفترة من 13 ل 17 فبراير معركة حائية للصناعات الغذائية المصرية عايز أقول لحضراتكم أن فريق الجدعان بالكامل في دبي لمسندة ودعم كل شركات الصناعات الغذائية المصرية انتظرونا في دبي خليكم معنا عشان نشوف فاكراتنا أي النهاردة في برنامج الجدعان